ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة متجهة إلى أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر الفارط مدفوعة بمخاوف الإمدادات وسط تصاعد الارترابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس على ارتفاع بأكثر من 2% بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر في ألبيرتا الكندية وشمال داكوتا الأمريكية ما تسبب في توقف الإنتاج داخل بعض حقول الخام وتوقف ضخ الذهب الأسود في الأنابيب وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برانت بنحو 0.39% مسجلة 82.31 دولارا البرميل كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.43% مسجلة 79.80 دولارا البرميل وكان الخامان القياسيا برانت وغرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق مكاسب تزيد على 6% في الأسبوع الأول من العام مع ارتفاع الأسعار إلى على مستوياتها منذ أواخر نوفمبر 2021 إذ تجاوزت مخاوف العرض من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا أوميكرون واحتمال إذراره بالطلب في الوقت نفسه يرى خبراء أن زيادة الانتاج المتمخضة من اجتماع أوباك وحلفائها الأخير لا تواكب نمو الطلب هذا وقد ارتفع انتاج أوباك في ديسمبر بمقدار 70 ألف برميل يوميا مقابل زيادة 253 ألف برميل يوميا المسموح بها بموجب اتفاق أوباك وحلفائها والذي أعاد الانتاج الذي تم تخفيضه في عام 2020 عندما انهار الطلب في ظل عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر